الخبر اللي عدى عن تهجم المتابعين على نورمار بسبب اخر مقطع نزلوا على قناتهم والهو كانوا عن مار تحدي رسم بالقاع فوهم المتابعين شافوا ان هذا المقطع عن مار غير لاخ ونما جامل فرض منزل وصور يتهمهم انهم تسويتوا عمود لمشاهدات فنورمار نزع لحسبب الانستجرام شويتشتريه سيررد بي على هذا الموضوع فكتب تعليق على المقطع وتكاتبي بشكل عامح لما نصور في فيديو اللي يكون كل موافق عليه والفيديو ما فيه اي مشاكل وبلعك تكون رضيان لو انتوا تهتمون لسمعة اساسا للفريق من لسبب اشخاص الذين يعملون تصاميم وحب هذول شنو الله يهديكم يرجع وعيد انه لا يصور فيديو اللي يكون كل رضيان عليه ويتمنى انه اعجبكم الفيديو من صوته مواطن ان كان او بالليل فهذا نزل شويت ستورياتهم يوضح فيها اكثر لمتابعين الموضوع هذا الستوري كان دي ابتشيبي الصراحة منزلوا فريق ودخلت بي بناسة اللي يجي نواجع راس لهذا اللي تلومون اذا سويت اي شيء او اتخذ قرارات في الايام الجاية فهذا الشيء هلمي ممكن انه يخلي يطلع مثلا قمر مار او يارمار من الفريق مال تعمل وبعد نزل هذا السوري ردبي على الشخص الذين يتهمون انه سوا هذا المقطع عمد المشاهدات انه المقطع اللي نزل هو كان اسوأ مقطع من بكل مقطع من ناحية التفاعل بعد نزل السوري يقول بي انه احنا مستمرين نحن الفريق وما راح نكتر اسكم السوريات شوفوها وبعد كل الحديث بالاخير انا مستمر اذا حبيت ما حبيت علقت ما علقت انا مستمر وراح نزل كل موعد تنزيل فاذا حبيت المحتوى شكرا يكتل لك احبك وشكرا لدعمك واذا ما حبيت المحتوى هي حريتك الشخصية متل ما انا حريت الشخصية انا نزل فبس الخبر الثالي عادنا عن مفاجأة اليوتيوبر فهو اليوتيوبر عادنا هو ياسو فياسو هل تعالى احسبها بالانستغرام شوية ستوريات وبهذه السوريات قاد تقول بيها انه هي حاليا ما قادة تنزل هواي مقاطع لانه قادة تضبط المكان الجديد اللي راح تصور بي اللي راح يكون خرافي اوما اليوتيوب الثالي عادنا هو انس وبيسان فانس وبيسان نزلو هذا المقطع على قناة بيسان باليوتيوب وبهذا المقطع اول شيء اعلن انه من خلاله انه راح ينزلون اغنية تخفى علينا عن قناة انس الشايب اما بالنسبة الثالثي فعلنا هناك مفاجأة اخرى في راح يساووها بتاريخ 17-5 والتي هي مفاجأة الزواج حسنا الاغلب يتوقع ستبون احبوها بالكومنتات شون تقون هذا الموضوع الخبر الثالثي اللي عادنا على المتابعين وكشفهم حقيقة احمد حسن وزينب وخفوهم كلمة تقليد انس واصالة من الكومنتات اللي عادهم وبهذا تكون احبت حسن وزينب ثالث عائلة بعد عائلة توني وكريس وشاهدوا سمد الخفوية هذه الكلمة من الكومنتات اللي عادهم اما لساعة السبب فانتما تعرفون جمهرها السواصالية يتهجمون على كل شخص يقلد انس واصالة والهم يتهمون ان احمد حسن وزينب قلدون انس واصالة من التوى اما بس بذلك اللي نتخلها مقطع نزل ومزبيع التاليقات ونكتب تقليد انس واصالة بعد روح للكلمات لاحظة ثوانا ونقفها تعليق وتعليق الاشخاص على القوراية بما اصدهم مثل انهر غير الحساب اما شوف اللي تاليقه حيث يطلل للناس او لا اما انا غير نحساب مزيلا بيع التاليقات ونحن على كلمات لاحظة ثوانا راحش برنا تاليق مظهر وانما تاليقه اشخاص ثانيين ضار فاكتبوا بالكومنتات اشتركوا بالحركة اللي سووها وبحركة ثلاث عوال حاليين اخفوهم القيمة التقليدة انس واصالة من الكومنتات اللي عادهم شنو تقومون السبب الخبر الرابع اللي عادنا على السورة شي قاطعة عن السوشيال ميديا فاستو نزلت على حسابها بالانستجرام شوية اشتريات وبهذه السوريات صار تعمل خلال انه هي حاليا رجت للسوشيال ميديا ولكن صار لفترة قاطعة قاعدة تضبط موضع اموره بحياتها ومن السبب الجديد للقناة الجيميك الجديدة سرع القاطعة سرع الاختفاء اللي ما لا داعي احس هل كم يوم شوية صعبين علي فقاعد شوية ارتب حياتي 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 فقاعد ارتب كل شي احبكم كومي ونتظرون اليوم فيديو جديد على القناة ان شاء الله اشتركوا وبس اريد ارويكم يا جد مو قاعدة اتحمل انه انتظر الفيديو يلا تشوفو فيديو ستب جديد بالقناة جديدة يا الله ادرونكم يا بس شي جنن و كيوت الخبر الخامس اللي عاد على المملكة المشاهر المقطع اللي سواوي يمحمد جواني فصونا مقابل ويمحمد جواني على القناة الثاني بهذه المقابلة استلنا اسئلة عن بيسان ويسام تكيد احمد ابو الرب واسئلة قوية ومحرجة لطيقنا رابط بوصف بأول ما يصل حقيقة خمسية لكم مشاهدة راح اجيبكم يوتيوبر ثاني عنده ومشتركين واشتايلة عرية لطيقنا رابط بوصف اتمنى من كل يرحوا في المقطع الخبر السادس اللي عادنا عن احمد ابو الرب وشرح الموضوع اللي قاعد يصر حاليا في فلسطين فاحمد ابو الرب منزع على سبب الانستجرام وفي هذه الاستوريات اشرح بها قاعد يصر حاليا في فلسطين وتهديدا بحي الشيخ جراح وش المفروض من المتعبين ومشاهر انه يساووا اني واحدون باللون الاحمر واتمنى المشاهر السلشا ميديا اللي يساووا نفس هذا الشي يطلعوني يحجون بنفسه وما يحطون بوست او صورة بس ويقدروني يطلعون بقاءاتهم باليوتيوب راح تقومي الاستوريات شوفوها اوكي جماعتي شوفو كل مكان مكتوب حي الشيخ جراح حي الشيخ جراح وحبيت بس اساوي ستوريات اشرح لكم ايش معنى كل هالشغلات ومش عايب يعني الواحد ما يكون يعرف حي الشيخ جراح هو عبارة عن حي حارة موجودة جوا القدس في فلسطين ايش هي القدس القدس هي مدينة فلسطين وهي عبارة عن ارض مباركة جواتها اسمه المسجد الاقصى هو ثالث الحرمين الشريفين يا جماعة الرسول صلى الله عليه وسلم وصانب ثلاث مساجد تشد الرحال لها يعني ممكن تسافر لها عشان تصلي اولها المسجد الحرام ثانيها المسجد النبوي اوه ثالث مسجد اللي هو المسجد الاقصى اللي موجود في القدس اوه القدس كتير مهمة القدس يا جماعة ميشي عليها اغلب الانبياء عليهم الصلاة والسلام اوه كلكم بتعرفوا الاسراء والمعراج الاسراء والمعراج صارت من الاقصى يا جماعة هتخيلوا قديش الاقصى مهمة وقديش القدس مهمة واللي عم بصير انه الاسرائيليين اليهود قاعدين بطرضوا الناس من بيوتها في القدس في حي الشيخ جراح بيتك قاعد فيه مرتاح يجي واحد اسرائيلي يقول لك يلا سلام انا بتعيش هون بطرضوهم بالضرب بالدعسة بالاقدام بالسب والموضوع انه ليش ليش نسكت يعني احنا عندنا كلنا هالمنصة والاشي انه حركات الاسرائيليين هاي هي انه هو قرار حكومي مش انه افراد قديم يعملو هيك والشغلة اتحمست حكومة الاحتلال يا جماعة حكومة ضعيفة يعني لو نحكي كفاية على الموضوع مية بالمية كل هاللي خي هتوكت فعشانك حنظلوش على الموضوع حط يا جماعة صورة حمرة خيرت اعمل القصة هاي انا اسف انه شرحت بسيطة زيادة بس انا حبيت ابسطه عشان حتى في بلدان معينة يعني في عندي متابعين ما بيعرف فور نثن عن الموضوع هاد ولا اشي فحبيت اعمل شرح بسيط على الاخر عشان كل حدي يفهم وهلأ هلأ هلأ زلكو فيديو يوتيوب خلاص وبصلاح اقول انها صارت المقطع التي تصنون مقابلة محمد جواني بالوصف اتمنى ما كون يشوفها وباس جانكو فايزين قادمة منك القصص وباس مع السلامة